بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأطحى وأكد وزير الدفاع في البرقية استعداد رجال القوات المسلحة الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة والدفاع عن قدسية أراضيها متمسكين بالمبادئ والقيم التي تحفظ أمتنا قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف وصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة العيد كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة وأصدر الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة